وهنا المصنف ذكر منهم ثلاثة قال فاستجاب لأبي بكر عثمان عثمان وهو ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس وعثمان ابن عفان هو زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة الثالث أمير المؤمنين سئل عنه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه طبعا الناس نحن دلقرنا في المناهج وشوفوا يا أخواننا خطورة المناهج كانت المناهج كلها يعني كلمات طيبة وسناء عليهم إلا بعض النقاط البسيطة فيها تضخيم وكذب في الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية وامتدت يعني شذرات الكلام إلى الطعن حتى والغمز في عثمان تمام فسئل عنه علي رضي الله عنه قيل له ما تقول في عثمان قال تسألونني عن رجل يسمى في الملأ الأعلى بذنورين دقال لون في السماء لقب ذنورين لأنه تزوج اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان كان كريما وكان حليما رقيقا حشان كده لما سئل ابن عمر قالوا لو لماذا يعني أنكر الناس على عثمان قال لقد أنكروا على عثمان أشياء لو فعلها عمر لما أنكروا عليه الحاجات العمل عثمان أنكروا عليه لأنه كان رحيما وكان بيرفق وبيحسن حتى على مخالفه ونفس الأشياء اللي صنعها عثمان صنعها عمر قباله لكن ما في ذلك يقدر يسال عمر هل يقدر يسالهم ها ما في ذلك لكن عثمان كان هينا وكان لينا وكان كريما ها وكان عنده حياء شديد قال ما مسست ذكري بيميني بعد أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا بلا شدة الحياء رضي الله عنه وأرضاه واشترى الجنة مرتين النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما وله الجنة اشترى عثمان بير وهب للناس البير ذي زمان يعني ما حاجة سهلة وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزه عثمان جيش كامل ها في ناس السا والله الواحد لو قلت له بس تساهر في سبيل الله مش تجهز جيش بس ساهر ما تنوم لي الله ما لي رقبتك في ناس الواحد ما عنده استعداد يساهر لي الله بس ساهر بالليل في ناس ما عندهم استعداد يخدموا الدين دبي حاجة وبضروا رقبتهم في النهاية طيب